السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنون النهاردة احنا هنرفه الطيور بتاعتنا هندلعهم هنخليهم يزودوا انتاج بيض بحاجات مقدرش اقول عليها مكلفة لكن مقدرش اقول عليها رخيصة اوي يعني احنا النهاردة مش بنخطب فئة الناس اللي عايزين ياخدوا اكتر انتاج من غير ما يدفعوا اي فلوس خالص لا احنا النهاردة هندفع ومعليش استحملوني فيه الكلام النهاردة احنا هندفع فلوس مش كتيرة ومش اغلى من العلف ومش اغلى من الاكل اللي بنقدمه للطيور لكننا هناخد انتاج من البيض مختلف تماما حجما وكثافة وطعما ومن كل النواحي ركز معايا في الفيديو ده لحد الاخر علشان اقولك عن اكلة بتزود انتاج البيض عمرك ما فكرت تجربها قبل كده قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول لازم نقتنع يا جماعة ان الطائر الفراخ اللي احنا بنربيها دي بتاكل اي حاجة حرفية اي حاجة بتاكلها لكن اي حاجة طبعا مفيدة انت الترمومتر بتاعها انت المربي انت اللي بتختار لها الاكل انما الطائر من دول لو حطت له اي اكل حلو وطعمه حلو او مغري بالنسباله هيكله مش هيوقف على محطات لو حطت له خيار هيكله مع ان الخيار بيقلله خصوبة وبيقلل انتاج البيض عند الفراخ لو حطت له بصل مسموم هيكله لو حطت له اشر بطاطس او كترت له شوية توم مثلا وهيجيله تسمم منه بس وامش ياخد باله هيكله عادي جدا لذلك بما انك انت كمربي انت الترمومتر وانت المؤشر وانت اللي بتوجه وانت اللي بتدي الاكل للطائر فانت لازم تاخد بالك كويس قوي ان ممكن تقدم له اكلة تخلي انتاج البيض اللي خارج منه مختلف عن كل اللي فات ولازم تركز كويس قوي انك لازم في وقت من الاوقات تصرف على الفراخ مش دايما تقضيها ايه تناش وتقول انا هرملهم بواق الاكل هجيب لهم ربطة حشيش ربطة برسيم ربطة مش عارف ايه لا الموضوع مش بالبساطة دي والموضوع مش بالطريقة دي اصلا حضرتك لازم من حين الى اخر تهتم بالطيور بتاعتك وتدلعها وتقدم لها اكلات غنية بالعناصر الغذائية اللازمة لزيادة الانتاج وفي نفس الوقت لرفع منعتهم وزيادة صحتهم وتقويت جسمهم بشكل عام النهاردة احنا جاب لكم اكلة تعتبر من الاكلات اللي هي تسلية بالنسبة للانسان احنا بنتسل بيها طبعا دماغ الناس دلوقتي راحت للمحمصة دماغ الناس دلوقتي راحت ليه التسالي والمحمصة ده حقيق فعلا لكن انه اكلة بالزبط في المحمصة انا استغل لها علشان نزود انتاج البيض عند الفراخ المحمص بيبقى فيها اكلات كتيرة جدا منها الحاجات اللي بقشرها ومنها الحاجات اللي من جير قشر لكن انا هقولك على حاجة غنية بعنصر البروتين وغنية بالزيوت المهمة جدا لتعزيز صحة الطيور وغنية بالفيتامينات وبعض الاملاح المعدنية اللي هتدخل جسم الطائر من هنا تزود الانتاج من هنا اللي هترفع الخصوبة يمكن بنسبة تتخطى التلاتين في المية اللي هتخلي الانتاج عندك تاني يوم على طول تحس ان هو مختلف تماما والطيور والفراخ البرادة تحديدا لما حضرتك بتقدم لها اكل مش بتنتظر كتير علشان تشوف تأثيره على الانتاجية لا خالص حضرتك مش بتنتظر كتير خالص حضرتك بتنتظر لتاني يوم الاكل يتهدم ويمتص ويتحول على طول لانتاج بيت بالكتير يعني ممكن يومين بالكتير وتلاحظ تأثير الاكل اللي انت بتقدمه على الطيور مش هاخره عليك علشان يدهشوك باللي انت بتديه ليهم وعلشان تدهشهم اكتر واكتر ويتديهم فايدة اكتر واكتر كاللازم اقولك في الفيديو ده انك ممكن تزود انتاج البيض عن طريق الفول السوداني قبل ما تتعصب وتقول لي ان الفول السوداني ده مثلا يعني غالي او رفاهية بالنسبة للطيور انا قلت لك من البداية قلت لك من البداية من البداية ان احنا المراضي هنرفها الطيور انا عارف كويس اوي انك بتدور انك تاخد افضل انتاج مقابل لا سعر اللي هو مقابل بواء الاكل اللي بتفضل بواء العيش بواء اي حاجة او مقابل اعشاب رخيصة بكميات قليلة وكل الكلام ده انا النهاردة مش هقول لك استخدم كميات كبيرة من الفول السوداني برضو انا النهاردة اصبتك يعني اقول لك على اقول لك على كمية قليلة لان الفول السوداني برضو يعني شئنا ما بين انت علشان تشبع الطيور بيه لازم تصرف واحنا مش عايزين نصرف للدرجات دي احنا عايزين ندي جرعات مناسبة للطيور تزود الانتاج وما تعملش ليهم كمان مشاكل لان الفول السوداني من الحاجات يعني من المكسرات الصعبة على الهضم ناس كتيرة اوي حتى البني ادمين حتى البني ادمين القولون بيعاني مع الفول السوداني كذلك بقى الطيور عندها نفس المشكلة برضو ممكن تعاني مع الفول السوداني فانت لازم تتعامل معهم بجرعات معينة وقبل ما اقول لك الجرعات المعينة حابب واكد عليك انك ممكن تلاقي الانتاج بعد ما تستخدم الفول السوداني اضعاف 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 ما انت فاكر يعني ما تفتكرش انه حاجة غالية فانت خسرت لا اوعى تفتكر كده فعلا الموضوع هيكون مختلف تماما لان صحة الطيور والانتاجية بتاعتهم هتختلف فعلا مع استخدام وتقديم الفول السوداني طبعا احنا هنجيب الفول السوداني اللي هو الحب اللي من جوه مناش داعوا بالاشرة اللي من برا تمام القشرة التخينة هنرميها انما القشرة الخفيفة دي اللي بتبقى لازقة في الفول دي عادية جدا ممكن نقدمها ليه الطيور عادي جدا فهنجيب الفول السوداني والفول السوداني انواع هنختار ارخص نوع فيهم ارخص نوع في الفول السوداني ونشتريه فيه انواع بيتعمل بها المكسرات والحلوات بتاعت رمضان ارخص نوع فيهم هيكون مفيد جدا بالنسبة للطيور. كل اللي على حضرتك انك هتجيب كمية صغيرة جدا من الفول السوداني وتطحنها يعني مش طحن ناعم اوي لو الطيور بتاعتك صغيرة في السن لسه بكتاكيت يعني عمر شهرين او شهر ممكن تطحنها طحن ناعم وتقدمها ليهم. انما لو الطيور اللي عندك بتبيت فممكن تكسرها على حياتة صغيرة وهم هيتولوا الباقي يعني كده كده مش هيوقف على محطات حتى لو وديتهم الفول صحيح مش هيتعبهم في حاجة. لكن يفضل تكسر الفول حتة صغيرة. قدي ايه بقى بتقدم? فانا عايز اقول لك ان انت يعني وايه? انت وكرمك. لكن في نفس الوقت ما ينفعش الكرم ده يصل لدرجة انك تقدم كميات كبيرة. كده كده احنا بنيدي الفول السوداني ده للفراخ البيضة كأنه يعتبر يعني دوة. يعتبر دوة لضعف الخصوبة. ودوة لقلة الانتاج. ودوة لمشاكل في المناعة. ومشاكل كتيرة جدا بتقابل الطيور بتقلل الانتاج. فحضرتك ما تقدمش في السودان كميات كبيرة. حاول تتعامل معاك كده على انه يعني جرعة صغيرة. تمام? اه مش عايز اقول لك جرامات لان الموضوع اصغر من كونه جرامات. يعني لو عندك مثلا عشر فرخيات فبالكتير قوي بالكتير. هتجيب لهم مثلا يعني عايز اقول لك قد ايه مش اكتر من بعشرة جنيه فول سوداني. بعشرة جنيه فول سوداني بس يعني حاجة حاجة بسيطة. كل فرخة تاخد لها بجنيه فول سوداني. كل فرخة تاخد لها بجنيه فول سوداني وهيكون مش وجبة. مش هتكون وجبة. هتبقى اكلة كده بين الاكلات في اي وقت. ومش هنعمل يعني مش هتبقى وجبة مش باعة. يعني مش بديلة للعلف ولا بديلة للخضروات ولا بديلة للعيش. وده كان الفيديو. بتنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس ونشوفك على الف مليون خير في حلقات جديدة على قناة تورفو السطح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.